السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مفاجآت مفاجآت في امتحانات السنوية العامة وعلى صفحة دكتور محمد زهران أستاذنا الغالي بيبعت وبيبعت رسائل لنائب الوزير والوزير شخصيا يا سيد نائب ووزير شؤون المعلمين منع للبلبلة نرجو التوضيح لما تم تنزيله من نشرة على نائب مجرد نشرة زي العام الماضي لكن النشرة ورد بها لجان تقدير الدرجات وما حدث العام الماضي أنه لم تكن هناك لجان تقدير للدرجات فالعام ده مكتوب في النشرة زي ما بيظهر قدامكم أهو أعمال تقدير الدرجات بامتحانات شهادة إتمام الدراسة السنوية العامة 2021-2022 بدءا من يوم السلساء الموافق 1-3-2022 عاوزين الوزارة تطلع تأكد لنا الكلام ده احنا بنبعت رسالة لسيادة وزير التربية والتعليم هل فعلا رجعت السنوية العامة لنظام القديم هل فعلا هيبقى بقى بوكلة هل السنوية العامة عودا حميدا زي ما قال يا سيادة الوزير لامتحانات ورقية وتصحيح يدوي والكنترول هيبتلي بقى فيه رقم السري زي زمان ولا الدنيا هتبقى ازاي كل ده بنتمنى أن السيادة الوزير يرد علينا أو أي حد من الوزارة ترد علينا منعا للبلبلة ومنعا للإشعاعات الكتير فاحنا بنقول اللي بيظهر قدامكم ده ده يعني منشور انتشر كتير جدا على السوشيال ميديا وإلى اللحظة اللي احنا فيها ما كدبش سيادة الوزير أتمنى السيادة الوزير يطلع عاجلا وليس عاجلا عشان نعرف نعمل ايه معاتش غير 90 يوم على ولادنا هيمتحنوا ازاي ويعملوا ازاي تحياتي ديكم اكتبوا في التعليقات رأيكم ايه لو رجعت نظام السنوية العامة القديم ولا نظام البوكلت أحسن ولا نظام الإلكتروني أحسن ولا البابلشت أنا وجهة نظري كمدرس البوكلت أحلى بكتير من بابلشت أحلى بكتير بكتير على الأقل أنت ضامن حقك وضامن كل حاجة لو كده في أي حاجة بتروح تراجع الورقة بتاعتك تحياتي لكل طلاب السنوية العامة في مصر وفي كل مكان انتظرونا من مفاجآت كتير جدا مع محمد طلبة قريبا جدا على قناتكم قناة أجيال أندلوس في أمان الله اشتركوا في القناة